مواجهة عنيفة شهدتها محافظة الجوف بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوث والمخلوع من جهة أخرى في جبهة الساقية المحاذية لقبالهم بالعاصمة صنعاء تصدى أبطال الجيش الوطني لمحاولة تسلل من قبل المليشيات الإنقلابية التي عادت تجر أذيال الهزيمة مخلفة قتلى وجرحى نحن هنا في مواقع العز والشرف في أماكن البطولة ونحن جاهزون لعصابة المليشيات الحوثية وتم أمس البارح تصدي هجوم وتم كسره بعون الله ورجعوا بخائبين بالفشل والهزيمة ونحن جاهزون لهم بالمرصاد وننتظر من قيادتنا الباسلة الإشارة بس في التقدم ونحن جاهزون تحت الوامر يواصل الجيش الوطني تصعيد عملياته العسكرية في مختلف جبهة القتال في الجوف حيث تدور اشتباكات عنيفة في جبهة مزوية وجبهة حام شمال مديرية المتون إضافة إلى العمليات النوعية التي يقوم بها أبطال الجيش في جبهة المصلوب بيحاول العدو أن يهجم أو يستعيد أي موقع كنا فيه ولكن بيخسر خسارة فادها وإن شاء الله في الأيام القادمة سنقوم بتحرير ما تبقى يعني من مناطق الجوف وباتجاه هنا قريب إلى عمرل وفي أقرب وقت وسنعى وسعدة وسوف نحرر الأرض الطيبة من العنجاس حوله طيران التحالف العربي شارك بفاعلية بمساندة قوات الجيش الوطني من خلال تدمير الكثير من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة واستهداف تجمعات للميليشيات الإنقلابية أسفرت عن مقتل أكثر من أربعين من عناصر الميليشيا تستميت الميليشيات الإنقلابية يوما بعد آخر للسيطرة على هذه الجبال الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني في منطقة الساقية لكنها في كل مرة تبوء بالفشل مجد عياش من شباب محافظة القوف موسيقى 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 موسيقى